بعد يومين من نشرها قوة عسكرية في محيط مطار عدن لمنع الحكومة اليمنية من العودة وبعد خمسة أشهر من توقيعها على اتفاق الرياض بادرت ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات لإعلان حالة الطوارئ العامة في مدينة عدن وجميع محافظات الجنوب كما أعلنت الإدارة الذاتية للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت الماضي الأمر الذي وصفته الحكومة اليمنية بأنه إعلال لاستمرار تمرد المجلس المسلح على الدولة وعدته انقلابا صريحا على اتفاق الرياض واستكمالا للتمرد على الدولة في شهر أغسطس الماضي عام 2019 وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتبون بنار الأزمات وانعدام الخدمات بعد التعطير الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها بحسب البيان المنشور في موقع وكالة الأنباء اليمنية سبا ويترقب ردود أفعالنا العملية على الأرض إعلان المجلس الانتقالي قوبل بالرفض من قبل كثير من المكونات الجنوبية وعلى رأسها السلطات المحلية في المحافظات التي أعلنت جميعها رفضها لهذه الخطوة باستثناء محافظات عدن ولاحج والضالع وهو ما سيضع خطوة الانتقالي أمام امتحان صعب باعتبارها خطوة لتمزيق الجنوب أولا بيان صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية يبدو خطوة أقل تقدما من وضعه الميداني على الأرض منذ سيطرته على عدن والمناطق المحيطة بها في أغسطس الماضي ولذلك رأوه البعض مجرد هروب للأمام من استحقاقات الغضب الشعبي جراء تدهر الأوضاع في عدن وتنامي الصخط على المجلس خصوصا بعد كارثة السيول التي ضربت المدينة الأسبوع الماضي وبينما يتحدث مراقبون عن أن خطوة كهذه تأتي في إطار الصراع الخفي بين الإمارات والسعودية في اليمن فإن الرياضة لم تبدي أي موقف حتى اللحظة ما يثير الأسئلة مجددا عن دور السعودية فيما يجري ومدى قدرتها على فرض رؤيتها المعلنة وإنفاذ اتفاق الرياض وفي حين يعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية تبقى السلطة الشرعية بدون قوة على الأرض رهينة لإرادة قوى خارجية لا ترى سوى مصالحها